السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي يشوف قناتي يا جماعة الاول مرة يشترك فيها واللي مشتركين يعملوا لنا لايك الكلام بتاع كل مرة هنعمل معاكم النهاردة ورق العنب نبدأ بقى بالمعدير كده معنا كيلو لربع رز مخصول بس مش ما نقوع وبصلتين مبشورين نعناشف معلقة ملح وكمون توم بابريكا طماطم مطحونة بسرعة بسرعة كده ورق العنب طبعا ده ورق برطمانات المتاح شبت وقصبرة خضرة زيت ليمون دبس الرمان تمام كده هنحط كل الحاجات دي في جدره فادي عشان نخلطها مع بعضها نقول بسم الله نحط الرز طبعا الرز يا جماعة بتغسل وتصفى بس لا اله الا الله ما بيتنيعش نحط البصل المبشور ده كله كده هنخلطه على البارد لنار ولا اي حاجة خالص زي ما قلتلكم أسرع ورق عنب ممكن تشوفوه نعم مطحون معلقة بابريكا توم كمون وملح بس كده دي البهارات والحاجات اللي بنحطها على الرز بنخلط ده كله ببعضه وهنا بنحط الطماطم الطماطم دي طماطم عادية خلص ونمقطعه وطحناها في الكبة بس مش محتاجة لأسويها ولا أعمل تقلية ولا بصل محروق ولا اي حاجة من الحاجات الغريبة دي طبعا دي الخضره بتاعتنا وده الزيت ده زيت عادي من زيت زيتون زيت الزيتون حطوا بيتسوى ليمون دبس الرمان يعني حوالي معلقة نخلط بقى كل الحاجات دي ببعضها زي ما قلتلكم يعني هو كل واحد بيعمله بطريقة معينة بس الطريقة دي انا مجربها كتير طريقة حلوة وسهلة وخفيفة في نفس الوقت زي ما قلت قبل كده انا في اكلي انا بهتم انه يكون صحي اكتر من الطعم واكتر من وبرضو والله الطعم بيطلع جميل جدا باذن الله والشكل برضو بيطلع حلو ده الورق العنب اللي في البرطبنات زي ما قلت هو ده المتاح يعني هنا في السعودية نادرا لما بنلاقي ورق عينب طازة لازم اسلوق يا جماعة حوالي خمس دقيق كده في موية بتغلي عن نار يعني عشان المواد الحافظة اللي فيه وعشان برضو يطرى شوية اقدر الفه بسهولة بطلعه كده من المياه اللي هو فيه شوفوا لونة حتى يعني اتغير وهنا في طاغن فخار بحط شريح بطاطس ودي الخلطة معانا ايه ودي شامعة انا مولعها يعني طاقة ايجابية كده انا من نوع اللي يحب لما يعمل محشي يقعد في جاو كويس يعني هو مزاجي كده لازم يقعد في جاو كويس عشان اعرف اشتغل نبدأ بقى ونقول بسم الله زي ما قولنا قبل كده الورقة الخشنة فوق يعني اللي هنحشي عليها والورقة النعمة بتكون هي اللي برا هي اللي بتظهر يعني نقول بسم الله كده ونحط نحط شوية شوية من الحشوة والطرف عالطرف زي ما احنا عارفين واللفرول هتطلع معانا كده يعني زي ما قلتلكم في ناس بتحشي بالطريقة اللي انا بحشي بها دي انا ولله الحمد بعرف احشي بكل الطرق يعني تحطها كده تحت على حاجة او تحطها على طبق وتحشي يعني هي طريقة برضو سهلة للي لسه مبتدئ عشان تتلف معه تمام تلف معه مصبوط وفي الطريقة التانية اللي انا هخشي بها بعد شوية اللي هي على ايدي يعني عايز يحط على ايدي الورقة وحط الخلطة واللف هو زي ما قلتلكم اهم حاجة في ورق العنب ان الواحد يقفل يقفل الطرفين على بعض عشان ما يفتكش يعني والرز يبدأ يطلع منه بقى وهو بيطبخ كده يبقى شكلهم الظريف يعني دائما الست الشاطرة يا جماعة المحش بتاعها ما يكونش طالع منه الرز كتير والرز كده يعني مبهد للدنيا وطلع على الحبة دي وطلع على دي مش حلو بيبقى شكلها مش حلو خالص زي ما قلت قبل كده التقديم وسبحان الله واتقان الشيء في الطبخ يعني ده حاجة مهمة قوي مش الطبخ الواحده يعني ايه الفايدة ان انا طبخة طبخ كويس وطعمه حلو بس مبهدل ومش ملفوف كويس ومش مترتب ومش مقدمه بشكل حلو انا بعتبر التقديم برضو مهم جدا انا بقى هنا بديت احشي على ايدي يعني سهل انا من وجهة تنظري انا يعني سبحان الله اسهل حاجة في ورق العنب اني انا احشي على ايدي سهل سهل وبيجي معي بسرعة جدا واسهل بكتير يعني اسهل ما احط على حاجة واعد احشي واليف لا دي بايزة مش نافع حاولت 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 مش نافع لا مش نافع خالص ارميها ايه ارميها جب واحدة غيرها هو احيانا بيطلع علينا ورق كتير بص انا لو ورقتين مقطعين اوكي هحطوهم على بعض وحشيهم هيتطلووا حلوين ان شاء الله لكن المقطع من كل نحية دي او المهترية ما بتنفعش فبضطر رميها يعني تمام كده هبدأ بقى اكمل كله زي ما انتم شايفين كده انا هرجع ارص معاكو تاني في الفطاجن عشان اوريكو الاتجاهات اللي برص فيها هي مهمة برضو في تسوية ورق العنب ما زلت باليف ورق العنب يا جماعة من الاشياء سبحان الله انا جربتها بطرق كتيرة جربتها في جدر الضغط جربت ورق العنب في الجدر العادي جربتها في حاجات كتيرة اكتر طريقة زبطت معايا وحسيت انها كويسة جدا ومخدتش معايا وقت في التسوية هي طريقة الطاجن دي ان يعمله املاك ده وحطه في الفرن بيطلع جميل وزي الفل هنا بقى حبيت ارصه قدامكو تاني اهو هذا اللي انا حشيته كله حوالي برطمان ونص هنا بحط شوية زيت زتون في القاع فوق البطاطس شريح البطاطس وابدأ رص كده بقى بصوا ممكن ارص كده زي ما انا برص وممكن ارصه دواير كده يعني ايه دايرة ابدأ كده من الحواف وبعدين افضل في دايرة في دايرة في دايرة بعد ما وصل من النص برضو الطرق دي كلها حلوة بس الميزة يا جماعة فرق العنب انه لازم يكون كله ايه يعني جنبه بعضه كده قريب من بعضه متلزق في بعضه مرتبط ببعضه جامد يعني مش بينه وبين بعضه فراغات عارفين انتو الفراغات دي مش بتخليه يستيو كويس لكن لما يكون بالطريقة اللي احنا بنعمل بها دي انه خلاص كله جنبه بعضه بيطلع حلو بيستيو بسرعة ويطلع حلو ما شاء الله يعني دي برضو حاجة الناس تخب بالها منها وطبعا انا كده كده لما باجي اخلص كل الطاجن ده بحط عليه ليمون وعصير ليمون وزيت زيت زيتون ومراج لو عندي مرج او لو ما فيش مرج احط مية حرة مية سخنة يعني هيطلع حلو ان شاء الله يعني بس زي ما قلتلكم الطريقة بتاعت الطريقة بتاعت الطاجن دي حلوة جدا 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 اول حاجة بيستيو كويس لان اغلب الناس في ورق العنب بيعانوا من انه بيكون جاسي او ناشف او بيشد لما تيجي تاكله تحس جدا انك بتاكل حاجة جمدة لأ وعشان يطلع معانا طري ومستوي وزي الفل زي ما قلتلكم احنا وإحنا بنرصه نقربه من بعضه قوي نخلي كده متلزق في بعضه تاني حاجة الطاجن ده او الفخار ده بيحتفز بدرجة الحرارة بدرجة عالية فيه فبيستوي كويس تالت حاجة برضه انه الفرن ما شاء الله بيكون شغال من تحت ومن فوق فبيشغال من تحت ومن فوق فبيزبط بيزبط جدا يعني بيزبط جدا بيبقى كويس هذا هنا خلاص قربت خلاص اوه حلو زي ما قلتلكم انا قربته بطرق كتيرة جدا الطريقة دي احسن طريقة طريقة زبطت معايا وما بتاخدش وقت لو هو بياخد على اله لو بياخد على البتجاس ساعة ونص لازم نهد عليه فترة طويلة هياخد هنا في الفرن ممكن ساعة ساعة وخمس دقايق بالضبط ما بيحتاجش بقى ان احنا نهدي ولا حدا كله على نار واحدة على اعلى درجة عادي بس احطه في النص احطه في النص وهيطلع كويس ان شاء الله هنا خلاص رصيته كله زي ما احنا شايفين كويس كده ايوه محبش انا الرز اللي طالع منه ده هنا خلاص هنحط بقى لا اله الا الله هنحط الزيت الزتون بدين هنحط الزيت الزتون هنحط الزيت الزتون هنحط الليمون هنحط المرقى بقى اللي عندنا انا كان عندي مرقة لحم او مرقة دجاج او لو ما فيش بصهم موي حارة ده يتحط له حوالي كستين ونص موي حارة مع اللبون مع زيت الزتون هيتطلع حلو ان شاء الله بغطي بقى بورق الامونيوم ودخلوا الفرن ما خدش في الفرن حوالي ساعة ساعة وخمس دقايق الفرن كان سخن ماشاء الله فظبطوا تمام يعني كده بقى بدخلوا الفرن بسيبوا بحطوا في الفرن واسيبوا وبعد ساعة ساعة وخمس دقايق اطلع بسم الله هنا طلعتوا من الفرن بسم الله ماشاء الله اهو جميل 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 خالص يعني باخد واحدة كده شوف لا حلو حلو ماشاء الله ايو حلو هنا بقى هبدأ اغرفه او احطه في طبق زي ما قلنا يا جماعة التقديم ده بقى كل واحدة وزقها كل واحدة تقدم ابداعاتها في التقديم وزي ما قلتلكم العين بتاكل قبل البقى الحاجة الحلوة بتشد الناس